أولا نبدأ بشرح معنى الولايات المتأرجحة هل هذه الولايات لها سمات أو خصائص تميزها أم لماذا أطلق عليها هذا المسمى بالفعل يعني الولايات المتأرجحة اسمها دال عليها ليست ولايات زرقاء ليست ولايات ديمقراطية وليست ولايات حمراء ليست ولايات جمهورية وإنما هي تتأرجح ما بين الحزبين طارة في انتخابات تصوت لهذا الحزب وطارة تصوت لذاك هذا التأرجح هو الذي يجعلها حاسمة في اختيار الساكن الجديد في البيت الأبيض لذا أن هذه الولايات التقليدية الزرقاء والحمراء لا مشكلة فيها ولكن المعول عليه والضابط والذي يستطيع أن يحقق النجاح هو الذي يستطيع أن يجلب تلك الأصوات من هذه الولايات المتأرجحة ويسكنسون، أريزونا، نورث كارولاينا، نيفادا، بنسلفانيا نعم، بقية السبع ولايات ميتشيجين، جورجيا، بقية هذه الولايات حتى هذه اللحظة وفقا للمؤشرات الأولية هناك ثلاث ولايات متأرجحة تصب في صالح كمال هارس مقابل ولاية واحدة لصالح ترامب حتى هذه اللحظة دكتور طارق ما الذي يتحكم في التصويت في هذه الولايات؟ هل هي قضايا مطروحة على الساحة آنية؟ أم أن هناك عوامل تاريخية تجعلهم يتذبذبون ما بين الدمهوريين والديمقراطيين؟ جميل جداً يعني أتصور أنه يعني هذا التأرجح هو وكأن الديمقراطية هي التي تتأرجح الديمقراطية الأمريكية باتت مأزومة هي الديمقراطية المتأرجحة نظراً لذلك التقارب الشديد التقارب الشديد جداً والمميت ما بين المتنافسين أتصور أنه في هذه الولايات المتأرجحة طبعاً هي إنعكاس لما يحدث في ذلك الصراع هو صراع الفريقين الفريق دونالد ترامب وكأنه يعني يتصارع على الهوية الأمريكية يحافظ على الهوية الأمريكية والجنس الأبيض المتفوق وصراع كاملة هارس على الفكرة الديمقراطية وتداول السلطة والانتقال السلمي للسلطة فهذا صراع ما بين الديمقراطيتين أو ما بين هذين النهجين فأتصور أنه قضايا متفوق فيها ترامب وقضايا متفوق فيها كاملة هارس ترجمة نانسي قنقر